في هذا الفيديو موضوعنا هو المجال المغناطيسي الناتج عن تيار يمر في سلك مستقيم سنتعلم كيف نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار في مثل هذا النوع من الأسلاك ونعرف أيضا كيف نحدد اتجاه هذا المجال بداية لنفترض أن لدينا قطعة من سلك مصنوع من مادة موصلة للكهرباء لكن لا يمر أي تيار في هذا السلك حاليا نعلم أنه في ظل هذه الظروف لن يتولد مجال مغناطيسي لنفترض بعد ذلك أن تيارا بدأ يمر في هذا السلك ولنطلق عليه I على الرغم من أننا نتناول فقط قطعة السلك التي نراها على الشاشة فإننا يمكننا أن نتخيل أن هذه القطعة جزء من ملف مغلق أكبر يسمح بوجود التيار فيه والآن بعد أن أصبح هذا التيار موجودا يتولد بالتأكيد مجال مغناطيسي حول السلك وإذا نظرنا إلى السلك من الجانب لنفترض أننا سنفعل ذلك عن طريق النظر من هذا الاتجاه وكانت خطوط المجال المغناطيسي مرئية بصورة ما لنا فسنلاحظ أن هذا المجال المغناطيسي يمتد في الواقع لمسافة ما بعيدا عن محور السلك رسمنا هنا عددا محدودا فقط من خطوط المجال المغناطيسي لكن في الحقيقة يمكننا الاستمرار في إضافة المزيد من الخطوط لتوضيح أن هذا المجال المغناطيسي يظل موجودا بغض النظر عن بعدنا عن محور السلك لنفترض أنه بالنظر إلى السلك من هذا الجانب نريد معرفة شدة المجال المغناطيسي الناتج عند نقطة ما ولتكن هذه النقطة هنا إذا قلنا إن هذه النقطة تبعد عن محور السلك مسافة سنسميها D ونحن نعلم أن السلك يمر به تيار شدته I فثمت الطريقة يمكننا الجمع من خلالها بين هذين المتغيرين لإيجاد شدة المجال المغناطيسي التي سنطلق عليها B إلى جانب هذين المتغيرين التيار I والمسافة D تعتمد أيضا شدة المجال المغناطيسي عند نقطة معينة من السلك على هذا الثابت يسمى هذا الثابت ميو صفر وهو يشير إلى نفاذية الفراغ تمثل قيمة هذا الثابت مدى صعوبة مغناطة الفراغ عندما ننظر إلى وحدة هذا الثابت وهي تيسلا متر لكل أمبير نلاحظ أنها تربط بالفعل بين شدة المجال المغناطيسي بوحدة التيسلا والمسافة بوحدة المتر والتيار بوحدة الأمبير وفي حالة أي قطعة سلك مستقيم مثل هذه القطعة هنا تكون شدة المجال المغناطيسي عند نقطة تقع على مسافة عمودية D من هذا السلك تساوي هذا الثابت ميو صفر في شدة التيار الذي يمر في السلك الكل مقسوما على إثنين في باي في دي والآن إذا أخذنا هذه النقطة التي نريد إيجاد شدة المجال المغناطيسي عندها ورسمناها على الرسم التوضيحي للسلك حيث ننظر إليها من الجانب وكانت هذه النقطة تقع عند هذا الموضع مثلا في الفراغ فمن الضروري معرفة أن المسافة D التي سنستخدمها لحساب شدة هذا المجال هي مسافة تقاس عموديا من محور السلك ووضع هذا الشرط يعني أننا دائما نستخدم أصغر مسافة بين النقطة التي تعنينا والسلك تذكر أنه على الرغم من أننا لم نرسم خطوطا للمجال المغناطيسي عند هذه النقطة هنا فإننا نعلم أنها تقع في المجال المغناطيسي الذي يولده هذا السلك الذي يمر فيه التيار وذلك لأن هذا المجال يمتد بعيدا عن السلك إلى ما لا نهاية للوهلة الأولى قد تبدو هذه الحقيقة مبالغا فيها لكن عندما ننظر إلى صورة هذه المعادلة نجدها أكثر منطقية فنلاحظ أن شدة المجال المغناطيسي بي تتناسب عكسيا مع المسافة العمودية من السلك هذا يعني أنه مع زيادة دي أي كلما ابتعدنا أكثر عن محور السلك يصبح المجال المغناطيسي بي أضعف ومن ثم عندما تكون قيمة دي كبيرة جدا مثل عندما تقترب من ما لا نهاية تصبح شدة المجال المغناطيسي أصغر فأصغر حتى تقترب من الصفر لذا على الرغم من أن السلك الذي يحمل تيارا يولد مجالا مغناطيسيا عند جميع المسافات من السلك فإن المجال المغناطيسي يصبح أضعف كلما ابتعدنا نرى إذن أنه إذا كان لدينا سلك مستقيم يمر به تيار وكنا نعلم شدة التيار في هذا السلك فسيمكننا حساب شدة المجال المغناطيسي عند نقطة تبعد مسافة عمودية دي عنه هذا يوضح لنا كيفية إيجاد شدة المجال المغناطيسي لكن ماذا عن اتجاهه؟ في النهاية المجال المغناطيسي هو كمية متجهة ونلاحظ أن خطوط المجال المغناطيسي التي رسمناها توضح الاتجاه لمعرفة هذا الاتجاه نستخدم ما يسمى قاعدة اليد اليمنى يرجع اسم هذه القاعدة إلى حقيقة أننا نستخدم اليد اليمنى في تحديد الاتجاه وتتمثل هذه القاعدة في أنه عندما يكون لدينا سلك مستقيم يمر به تيار مثل هذا السلك الذي رسمناه هنا نوجه إبهام اليد اليمنى في اتجاه التيار وفي هذه الحالة يكون ذلك إلى اليمين ثم نلف الأصابع الأربعة كما لو كنا نقبض يدنا وبذلك تلتف الأصابع في اتجاه المجال المغناطيسي الناتج حول محور السلك في حالة هذا السلك الذي يتجه فيه التيار إلى اليمين نلاحظ أن أصابعنا ستلف بهذا الشكل وهذا سبب رسمنا أسهم الاتجاهات هذه على خطوط المجال المغناطيسي يمكننا كذلك تصور فعل ذلك من هذه الزاوية التي ننظر فيها إلى السلك من الجانب هنا يشير اتجاه التيار إلى خارج الشاشة أي باتجاهنا وبالتالي نحرك الإبهام في يدنا اليمنى بحيث يشير إلى هذا الاتجاه وعندما نلف بعد ذلك أصابعنا في الاتجاه الذي تسمح به يدنا نرى من هذه الزاوية أنها ستلف عكس اتجاه عقارب الساعة ولهذا السبب أضفنا للمجال المغناطيسي أسهم الاتجاهات الموضحة هنا فوافقا لقاعدة اليد اليمنى هذا هو اتجاهه تتمثل إحدى طرق التفكير في قاعدة اليد اليمنى في تذكر أننا نطبقها على سلك طويل ومستقيم يمر به تيار ومن ثم يمكننا تخيل وضع يدنا على هذا السلك بحيث يكون الإبهام في اتجاه التيار ثم نلف الأصابع الأربعة حول السلك كما نرى هنا ويشير اتجاه الالتفاف إلى اتجاه خطوط المجال المغناطيسي حول السلك نرى من الرسم الذي يوضح السلك الذي يمر به تيار من الجانب أن خطوط المجال المغناطيسي يمكن رسمها على هيئة حلقات متحدة المركز ولاحظ أنه بغض النظر عن زيادة حجم الحلقات يظل اتجاه المجال دائما كما هو بالنسبة إلى السلك وهذا يعني أنه يشير دائما في الاتجاه نفسه سواء أكان ذلك في اتجاه عقارب الساعة أو عكسها حول السلك أصبحنا نعرف الآن طريقة لحساب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن سلك يمر به تيار كما نعرف أيضا كيفية تحديد اتجاهه باستخدام قاعدة اليد اليمنى بمعرفة ذلك دعونا نطبق ما تعلمناه على مثال تدريبي يمر تيار مستمر شدته 100 أمبير في كبل طويل مستقيم في محطة طاقة صناعية احسب شدة المجال المغناطيسي الناتج على بعد مسافة عمودية مقدارها 6 من 100 متر من هذا الكبل اعتبر 4 باي في 10 السسالف 7 تسلا متر لكل أمبير قيمة ميو صفر اكتب اجابتك بالصورة القياسية لأقرب منزلتين عشريتين حسنا لدينا في هذا المثال سلك طويل مستقيم يمكننا ان نتخيل انه يتعدى الطول الذي رسمناه هنا ونعلم من المسألة ان هذا السلك يمر به تيار اي شدته 100 أمبير هذا تيار شديد لكن هذا منطقي لاننا نتحدث عن محطة طاقة صناعية نعلم من معطيات المسألة ايضا اننا سنتحرك لمسافة عمودية مقدارها 6 من 100 متر من السلك ولنطلق عليها دي ونريد ايجاد شدك المجال المغناطيصي على بعد هذه المسافة يمكننا الاشارة الى هذا المجال المغناطيصي بحرف بي كبير ونتذكر هنا العلاقة الرياضية التي تعبر عن شدة المجال المغناطيصي على بعد مسافة عمودية دي من سلك يمر به تيار فتساوي هذه الشدة ثابت ميو صفر وهو نفاذية الفراغ مضروبا في شدة التيار الذي يمر في السلك مقسوما على 2 في باي في المسافة التي تبعدها النقطة عن السلك دي وبما ان نص المسألة يخبرنا بقيمتي اي ودي وكذلك القيمة التي سنعوض بها عن ميو صفر يمكننا التعويض بهذه القيم في المعادلة استخدمنا هنا 4 باي في 10 استسالب 7 تسلة لكل انبير قيمة لميو صفر ومئة انبير لشدة التيار اي وستة من مئة متر للمسافة دي كل الوحدات في هذا المقدار مكتوبة بالفعل بالصورة التي نريدها ونلاحظ انه عند حساب هذا الكسر تحذف وحدة المتر في البسط والمقام معا وكذلك وحدة الامبير وبذلك يتبقى لدينا ناتج بوحدة التسلة وهو امر جيد لاننا نحسب شدة مجال مغناطيسي وعندما نحسب بي ونكتب الناتج بالصورة القياسية لأقرب منزلتين عشريتين نجد انه يساوي ثلاثة وثلاثة وثلاثين من مئة في عشر استسالب اربعة تسلة وهذه هي شدة المجال المغناطيسي على بعد هذه المسافة العمودية من السلك لنلقي نظرة الان على مثال تدريبي اخر يوضح الشكل سلكا افوقيا مستقيما طويلا يمر به التيار اي نتج عن التيار مجال مغناطيسي مقيس عند النقطة بي النقطة بي تقع في نفس مستوى السلك وتبعد عنه مسافة عمودية قصيرة ما اتجاه المجال المغناطيسي عند النقطة بي في هذا الشكل نرى ان هذا السلك الطويل المستقيم يمر به التيار اي وتخبرنا المسألة انه على بعد مسافة عمودية قصيرة من السلك تقع النقطة المشار اليها بالرمز بي نظرا لان هذا السلك يمر به تيار نعلم انه سيولد مجالا مغناطيسيا حول نفسه يمتد هذا المجال بعيدا بشكل ما عن محور السلك وهذا يعني ان هذه النقطة بي سيوجد عندها مجال مغناطيسي لكن ما يعنينا في هذا السؤال ليس شدة المجال عند النقطة بي وانما اتجاهه عندما نتحدث عن اتجاه المجال المغناطيسي ناتج عن سلك طويل يمر به تيار نتذكر انه يمكننا معرفة ذلك باستخدام ما يسمى قاعدة اليد اليمنى عندما نستخدم هذه القاعدة نتخيل اننا نحرك يدنا اليمنى كما لو كنا على وشت الامساك بالسلك الذي يمر به التيار وبعد ذلك نوجه ابهامنا في اتجاه هذا التيار ثم نلف اصابعنا حول هذا المحور التخيلي للسلك وعندما نفعل ذلك يكون اتجاه التفاف اصابعنا هو اتجاه المجال المغناطيسي حول السلك لاحظ ان الطريقة التي نتحدث بها عن قاعدة اليد اليمنى تتفق مع وضع السلك في هذا التمرين فالسلك موضوع بشكل افقيا والتيار المار فيه يشير الى اليمين ما يعني ان تطبيق قاعدة اليد اليمنى التي رأيناها للتو يجيب عن السؤال المتعلق باتجاه المجال المغناطيسي حول السلك المار به التيار يوجد هذا المجال في صورة دوائر متحدة المركز وقد رسمنا للتو عددا قليلا من هذه الحلقات حول السلك هذا يعني اننا اذا رسمنا خطا للمجال المغناطيسي يقع محوره على السلك المار به التيار ويمر بالنقطة بي فان هذا الخط سيبدو بهذا الشكل والان لكي نرى ذلك من منظور مختلف تخيل اننا ننظر من هنا الى السلك الذي يمر به التيار عندما نفعل ذلك سنلاحظ ان السلك يبدو هكذا من الجانب لنفترض انه بالنسبة الى محور السلك تقع النقطة بي هنا وقد عرفنا من تطبيق قاعدة اليد اليمنى ان خط المجال المغناطيسي يشير الى هذا الاتجاه عبر هذه النقطة والان لكي نجيب عن السؤال من المهم ان نضع هذا المنظور في الاعتبار بالنسبة الى الشكل الاصلي فنسأل انفسنا الى اي اتجاه يشير المجال المغناطيسي عبر النقطة بي عند النظر الى السلك من هذا المنظور يمكننا ان نرى انه من هذا المنظور يشير خط المجال المغناطيسي الى داخل الشاشة عند هذه النقطة وهذه هي الاجابة اتجاه المجال المغناطيسي عند النقطة بي يكون الى داخل الشاشة لنلقي نظرة الان على مثال تدريبي اخير يمر تيار مستمر في سلك طويل ينتج عن ذلك مجال مغناطيسي شدته 8 في 10 استسالب 5 تسلا يمكن قياسه عند مسافة عمودية قدرها 13 سنتيمترا من السلك كم تساوي شدة المجال المغناطيسي عند مسافة عمودية قدرها 26 سنتيمترا من السلك اكتب اجابتك بالصورة القياسية لاقرب منزلة عشرية حسنا لنفترض ان هذا هو السلك الطويل الذي يمر به التيار المستمر ونعلم من المعطيات انه نتيجة لمرور هذا التيار عندما نتحرك مسافة عمودية تساوي 13 سنتيمترا من السلك تساوي شدة المجال المغناطيسي على بعد هذه المسافة 8 في 10 استسالب 5 تسلا بناء على ذلك اذا تحركنا مسافة عمودية تساوي 26 سنتيمترا من السلك فماذا ستكون شدة المجال المغناطيسي على بعد هذه المسافة؟ حسنا نعرف من المعطيات شدة المجال المغناطيسي ناتج عن هذا السلك على بعد 13 سنتيمترا يمكننا ان نسمي هذه الشدة ب13 وهي تساوي 8 في 10 استسالب 5 تسلا وما نريد فعله هو حساب شدة المجال على بعد 26 سنتيمترا من السلك وهو ما سنطلق عليه بي 26 بما ان شدتي المجال المغناطيسي بي 13 وبي 26 ناتجتان عن تيار واحد في السلك نفسه ثمن المفيد ان نتذكر انه بوجه عام شدة المجال المغناطيسي ناتج عن سلك مستقيم يمر به تيار تساوي أفابت ميو صفر وهو نفاذية الفراغ في شدة التيار الماري في السلك مقسوما على 2 في باي في المسافة من السلك الى النقطة التي نقيس عندها المجال بالنسبة للسؤال الذي لدينا ما يثير اهتمامنا في هذه المعادلة هو تغير شدة المجال المغناطيسي بي بتغير المسافة من السلك دي فنلاحظ ان بي تتغير بتغير واحد على دي اي انها تتناسب عكسيا مع دي وهذا يعني اننا اذا ضاعفنا مثلا المسافة العمودية من سلك معين فستقل شدة المجال المغناطيسي على بعد هذه المسافة الى النصف وفي الواقع هذا بالضبط ما نفعله هنا في هذا المثال فقد بدأنا بمسافة عمودية مقدارها 13 سنتيمترا من السلك ويمكننا ان نعتبر هذه المسافة الاصلية ثم ضاعفناها الى 26 سنتيمترا وبناء على هذه العلاقة نجد انه عندما نضاعف المسافة دي نخفض بي الى النصف وعليه اذا كانت هذه هي شدة المجال المغناطيسي على بعد 13 سنتيمترا من السلك نتوقع ان تساوي بي 26 نصف هذه القيمة ونعرف ذلك لان بي 26 هي شدة المجال المغناطيسي عند ضعف المسافة من السلك التي قيست عندها بي 13 وعند مضاعفة المسافة تقل شدة المجال المغناطيسي الى النصف ومن ثم فانه بالصورة القياسية وبالتقريب لاقرب منزلة عشرية نجد ان بي 26 تساوي 4 في 10 اسسالب 5 تسلا هذه هي شدة المجال المغناطيسي على بعد 26 سنتيمترا من السلك لنلخص الان ما تعلمناه في هذا الدرس عن المجال المغناطيسي الناتج عن تيار يمر في سلك مستقيم في هذا الدرس عرفنا انه عندما يمر تيار في سلك طويل مستقيم يولد السلك مجالا مغناطيسيا حول نفسه يشار الى شدة هذا المجال بالرمز بي حيث بي تساوي الثابت ميو صفر في شدة التيار الماري في السلك آي الكل مقسوما على اثنين في باي في دي حيث دي هي المسافة العمودية بين السلك والنقطة التي نحسب عندها شدة المجال رأينا كذلك انه عند زيادة دي تقل شدة المجال المغناطيسي بي بالتناسب باستخدام الرموز نقول ان بي تتناسب عكسيا مع دي واخيرا عرفنا ان اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن سلك مستقيم يمر فيه تيار يحدد باستخدام ما يسمى قاعدة اليد اليمنى باستخدام هذه القاعدة نتخيل وضع كف يدنا اليمنى على السلك الذي يمر به التيار بحيث يشير الابهام الى اتجاه التيار وبعد ذلك عندما نلف بقية الاصابع حول هذا المحور التخيلي يكون الاتجاه الذي تشير اليه اصابعنا هو اتجاه المجال المغناطيسي حول هذا السلك هذا ملخص ما تعلمناه عن المجال المغناطيسي الناتج عن تيار في سلك مستقيم ترجمة نانسي قنقر